أفادت مراسلة سكاي نيوز بأن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بحجة محاولته طعن شرطي إسرائيلي عند باب الأصباط في القدس وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب الفلسطيني لم يحاول مهاجمة الجنود لكنهم بادروا بإطلاق النار عليه قبل طلب التفتيش بينما زعمت القوات الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني كان يحمل سكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر